أخبر الله ملائكته بخلق أهدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسد في الأرض قبل ذلك سأل الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم سواه بيديه ونفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وهذا أعظم تكريم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له فسجدوا جميعا ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونا فازداد إبليس كراهية لآدم وذريته وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه ثم خلق الله حواء من ضرع آدم وسمح لهما بأن يستمتع بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات فتساءل آدم بينه وبين نفسه ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما وبعدما أكل أصبح عريانين فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبط إلى الأرض وندم ندما شديدا على معصية الله وعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي توجه آدم وحواء إلى الله بالتوبة فقبل الله توبتهما وبدأ مسيرة الحياة على الأرض وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها عن أبي رقية تميم وعامتهم رواه مسلم بعد قوم عاد جاء قوم ثمود وسكن الأرض التي استعمروها وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ويستخدمون الصخرة في البناء كما فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء وبدلا من أن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عصوه وعبد الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم فأرسل الله إليهم سيدنا صالح وكان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم لما عرف عنه من الحكمة والنقاء والخير فاجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه وعندما قال لهم يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره فوجئ الكبار من قومه بما يقوله فقد فهموا من كلامه أنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده فأحدثت دعوته هزة كبيرة في عقولهم فقالوا له لقد كان لنا رجاء فيك وكنت مقبولا عندنا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك ولكن الآن خاب رجاؤنا فيك لأنك تنهان عما كان يعبد آباؤنا وما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباؤنا عاكفين عليها ورغم صدق دعوة صالح عليه السلام لم يصدقه القوم واعتقدوا أنه مسحور وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم فدع سيدنا صالح ربه وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبه فقد انشقت صخرة بالجبل يوما وخرجت منها ناقة كانت هي المعجزة فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أي معجزة من الله كانت الناقة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم كما أنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء ولقد تعظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل وتعظمت الدهشة أيضا عندما كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال بعد ذلك أصدر الله أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه أن يترك الناقة تأكل في أرض الله وأن لا يمسوها بسوء وحذرهم أنهم إذا مدوا أيديهم إليها بالأذى فسوف يأخذهم عذاب قريب وعاشت الناقة بين القوم آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح إلى الناقة المباركة وبدأت المؤامرة ففي إحدى الليالي انعقدت جلسة لكبار القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح فأشار عليهم واحد منهم بقتل الناقة ومن ثم قتل صالح نفسه ثم وقع الاختيار لقتل الناقة على تسعة من جبابرة القوم كانوا يفسدون في الأرض والويل لمن يعترضهم واتفقوا معهم على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة تنام في سلام هجم الرجال التسعة على الناقة بأسلحتهم وسيوفهم فقتلوها وسالت دماؤها علم صالح عليه السلام بما حدث فخرج غاضبا وقال لقومه ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة قالوا له باستهزاء لقد قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله إن كنت من المرسلين فوعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام بعدها غادر صالح عليه السلام قومه وتركهم ومضى ومرت ثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرونه كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة جعلت كفار قوم صالح صعقوا جميعا صعقة واحدة لقد هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان ونجوا مع نبيهم اشتركوا في القناة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم كانت زوجة عمران امرأة صالحة ولكنها كانت لا تلد فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة فاستجاب الله دعاءها وشاء أن تلد أنثى فسمتها أمها مريم وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به فجاء كهنة اليهود يسألونها ابن من هذا يا مريم فأشارت بيدها لعيسى فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفق فيها فتطير بأمر الله وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله ورغم كل هذه المعجزات ظل بني إسرائيل على الكفر والعناد لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره وازداد اليهود عنادا وكفروا به وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت فاغتاض الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة قام شاب فنزل عليه شبه عيسى ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه ظن منهم أنه عيسى عليه السلام ولا يزال عيسى عليه السلام حيا ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر